اهلا بكم في جولة في الصحافة حول العالم وإليكم أبرز عنوين اليوم صحف فلسطينية وعالمية تترقب مسيرة الأعلام في القدس وتعتبرها اختبارا لنوايا التصعيد نيوارك تايمس تلقي الضوء على مخاوف من استخدام سوريا كورقة ضغط روسية في حرب أوكرانيا الواشنطن بوست تستعرض احتجاجات إيران مع تلاشي الأمال في التوصل إلى اتفاق نووي في التفاصيل حذرت الصحف الفلسطينية من تداعيات إقامة مسيرة الأعلام المخطط لها من قبل مستوطنين إسرائيليين بحماية قوات الاحتلال في القدس المحتلة صحيفة دنيا الوطن طرحت تساؤلا بهذا العنوان مسيرة الأعلام هل تنفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ركزت الصحيفة على إصرار حكومة الاحتلال على إقامة مسيرة الأعلام ومرورها من منطقة باب العمود والحي الإسلامي في القدس المحتلة ومنع الفلسطينيين من التجول أو الوصول للمكان وذلك في تجاهل متعمد لتحذيرات ورسائل الفصائل الفلسطينية ونقلت الصحيفة أيضا عن محللين فلسطينيين قولهم إن التحدي أمام الاحتلال يتمثل في كيفية ضبط مصار مسيرة الأعلام بما لا يؤدي إلى احتكاك مع الفلسطينيين ومضيفة أن أي استفزاز للفلسطينيين سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في القدس والذي قد يتطور وتصل تداعياته للأراضي الفلسطينية كافة رأت الصحيفة أيضا أن كافة الاحتمالات مفتوحة سواء التصعيد في الضفة الغربية والقدس أو قطاع غزة وأكدت الصحيفة كذلك أن هذه المسيرة ستصب في صالح نفتالي بنات رئيس حكومة الاحتلال التي وصفتها بحكومة مستوطنين في الوقت نفسه نقلت الصحيفة الفلسطينية عن خبراء بأن حكومة الاحتلال غير قادرة حاليا على فرض أي وقائع جديدة على الأرض مثل محاولات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى معتبرين أن الحكومة الإسرائيلية في أضعف حالاتها الآن في ظل استقالات متتالية نبقى أيضا مع مسيرة الأعلام ويبدو أن التحذيرات من أن تتسبب مسيرات الأعلام في تصعيد في الأراضي الفلسطينية كانت أيضا محورة الصحافة العربية صحيفة الشرق الأوسط تناولت هذا الموضوع تحت هذا العنوان مسيرة الأعلام في القدس تختبر نوايا التصعيد الصحيفة صلتت الضوء على تساؤل جدلي بشأن ما إذا كانت المسيرة ستتسبب في انفجار الأوضاع لفتت إلى تطورات تشير إلى أن دخول في حرب أصبح مستبعدا مع تأكيد الاحتلال أن المسيرة لن تمر عبر المسجد الأقصى في مركزة حماس على هبة جماهيرية لمواجهة المسيرة بدلا من التلويح بصواريخ قالت الصحيفة كذلك أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت حالة تأهب قصوى قبيل انطلاق مسيرة الأعلام والتي حذرت أطراف فلسطينية وإسرائيلية من أنها قد تشعل حربا جديدة في المنطقة جاء القرار الإسرائيلي بمنع المسوطنين من الوصول إلى الأقصى وموقف حماس الداعي لمواجهات شعبية بعد رسائل متبادلة بين الطرفين عبر الوسطاء أكد فيها أنهما لا يسعيان إلى تصعيد ومواجهة جديدة لكن في الوقت نفسه ترى الشرق الأوسط أن ابتعاد شبح الحرب لا يعني عدم التصعيد نقلت الصحيفة كذلك عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي تحذيره من تداعيات مساندة لحكومة الاحتلال لمسيرة الأعلام ومحملا إياها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المسيرة الاستفزازية داعيا المجتمع الدولي إلى التعامل معها على هذا النحو ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به أيضا في أشياء الفلسطيني صحف فلسطينية تركز على اقتحام عضو الكنيسة الإسرائيلية المتطرف بين غفير بحات المسجد الأقصى قبيلة مسيرة الأعلام في القدس المحتلة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرم صبري يؤكد أن مسيرة الأعلام تجاوز لا سكوت عنه وأن مزاعم توحيد القدس كاذبة صحيفة الأيام الفلسطينية تستعرض المشهد قبل يوم من المسيرة تحت عنوان استفزازات تستبق مسيرة الأعلام واعتقالات في باب العمود وفي البلدة القديمة أما دنيا الوطن الفلسطينية فتنقل عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة دعوته إلى مواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة الواشنطن بوست تقول أن إسرائيل تواجه اختبارا للتكتيكات الأمنية من خلال مسيرة الأعلام المخطط لها للسعراض إذن كل هذه التفاصيل ينضم إلينا من رمالله الكاتب والبحث السياسي أستاذ حافظ البرغوثي رحب بك معنا أستاذ حافظ في الصفحة الأولى وعلى شاشة الغد أبدأ معك بنفس التساؤل اللي طرحته صحيفة دنيا الوطن مع كل المعطيات الحاصلة الآن على الأرض مع كل هذه الاستعدادات والتكتيكات الأمنية من قبل قوات الاحتلال وإصرار من قبل مسيرة الأعلام على المرور بباب العمود هل يتوقع تفجر الأوضاع اليوم في الأراضي الفلسطينية؟ التفجر قائم في القدس ليس منذ الآن لأنه تفجر شعبي لا يرتبط لا بأفصائل ولا بأحزاب هبة القدس دائما منذ سنوات هي هبة شعبية مدفوعة من قبل المقدسيين أنفسهم لا ينتظرون لا دعما من هنا أو من هناك بينما الدعم الذي حدث في السابق أدى إلى نتائج عكسية بإطلاق صاروح واحد سقط في منطقة عين كارم ولم يشعل شجرة في ذلك الوقت وأدى إلى انطفاء الهبة الشعبية في حينها التي حازت على تضامن عالمي وتعاطف دولي في حينه وانطفأ لكن القبضة الحديدية في القدس تواصلت وخلال سنة واحدة تم هدم أربعة آلاف منشأة في القدس الشرقية واعتقال قرابة أربعة آلاف مقدسي إذن القدس في هبتها الحالية لا تنتظر من أحد أن يمد لها يد المساعدة لأنها يأست من الدعم الخارجي كما يأس شعبنا الفلسطيني من أي دعم خارجي لدعم صمود المقدسيين في هذه المحنة التي ترفع لواء للقدس رب وشعب يحميها ولا أحد غير ذلك طيب لماذا تعتبر مسيرة الأعلام اليوم حسب المحلليين اختبارا لنواية التصعيد سيد حافظ التصعيد الإسرائيلي دائم وفي هذا اليوم بالتحديد نجده تصعيدا رسميا محميا من قوات الاحتلال والسياسيين الإسرائيليين من اليمين والوسط جانتس يؤيدها الذي أرسل طائراته لتحلق فوق غزة ونشر جنوده في كل أركان الضفة الغربية والشرطة الإسرائيلية نشرت عناصرها لقمع المقدسيين واعتقالهم منذ أيام وأيضا هناك بن يمين نتنياهو واليمين المتطرف فبالتالي هناك سباق انتخابي إسرائيلي في ساحات الأقصى نجده ظاهرا في مثل هذا اليوم سباق بين بينت المتطرف ونتنياهو الأكثر تطرفا واليمين الصهيوني الأكثر تطرفا الذي يرى في الاستحواذ أو السيطرة على المسجد الأقصى نقطة انطلاق للمشروع الصهيوني الذي بدأ ينظر إلى ما وراء الحدود فلسطين إلى الفضاء العربي لكن كيف قرأت القرار الإسرائيلي بمنع المستوطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى وأيضا الرسائل المتبادلة عبر وسط بين الفصائل الفلسطينية وبين إسرائيل بأن كلاهما غير معني بالتصعيد أو المواجهة المفتوحة سيد حافظ يعني منذ الصباح وهم يقتحمون الأقصى كيف هم غير معنيين هم معنيون ليلا ونهارا وبالتالي هم لا يستطيعون السيطرة على أعضاء الكنيسة المتطرف ولا على نتنياهو وبينت لا يصيذر على نفسه لأنه مدفوع من قبل أفكار انتخابية وأفكار سياسية هي في ضميره أيضا أنه يجب السيطرة على المسجد الأقصى المسجد الأقصى بالنسبة لهم هو كما قلت المنصة الرئيسية التي إذا سيطروا عليها سينطلقون إلى ما وراء الحدود حدود فلسطين هذا هو المشروع الصهيوني في نسخته الجديدة السيطرة على ما هو أبعد من فلسطين وتجدينه على قمصان المستوطنين خارطة إسرائيل العظمى تضم الأردن تضم جنوب سوريا تضم جزء من العراق تضم شمال السعودية هذا موجود ويتعامى عنه الكثير من العرب لأنه لا يريد إحراج الدول العربية القدس يدافع عنها أهلها كما دافع عنها أيام الصليبيين دافع أهل القدس وأهل فلسطين نحن الآن في وضع شبيه بما كان أيام الصليبيين وجدنا أنفسنا لوحدنا دون دعم خارجي الفصائل لها حساباتها الضيقة الحزبية الكريهة حتى أقول إذا كانت هناك مصلحة حزبية يخوضون المعركة إذا لم تكن فإنهم لا يخوضونها هذا واضح جدا وما هي مصلحة الفصائل ليس ليها ما هو مصلحة حكومة نفتالي بنت من أن تصب مسيرة اليوم في مصلحتها ستحافظ حظم المحللين الفلسطينيين هي أصلا كان بنت على يمين نتنياهو اليوم نتنياهو يحاول أن يكون على يمين بنت وبالتالي بنت يخوض معركة البقاء في الحكومة فيريد أن يظهر أنه الأكثر تطرفا ونتنياهو الآن في القدس يحاول أن يقول لهم أنه أكثر تطرفا سباق وحشي لأناس يريدون أن يبقوا في الحكم بأي ثمن وبالتالي يقولون ليس هناك خطوط حمراء وكما يدعي بعضنا يحذنون من خطوط حمراء الخطوط الحمراء الفلسطينية أصبحت شفافة لا ترى بالعين المجردة الإسرائيليون قطعوها وتتاوزوها منذ سنوات لم يبقى شيء من المحرمات إلا وتجاوزوا الإسرائيليين وبالتالي بنت يريد البقاء في الحكومة يخشى نهيارها بعد أن أصبحت في مهب الريح نتنياهو يرود العودة ومسح ملفه في الفساد على مطية اسمها تجاوز اقتحام الأقصى والسيطرة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا كما في الحرم الإبراهيمي في الخليل الوضع الفلسطيني الداخلي متهتك في أسوأ حالاته الوضع الشعبي ليس كذلك وهذا بشرة سارة لنا أن الشعب الفلسطيني ما زال يقضى حيا لا يرتبط بإجندات حزبية ولا بحسابات سياسية وهذا واضح جدا من الهبة المقدسية القدس أصبحت البارومتر والبوصلة للشعب الفلسطيني ونحن واثقون من أن شعبنا لن يستكين وسيدافع بكل ما أتي من قوة وبيده العزلاء سيدافع عن مقدساته إلى يوم الدين شكرا جزيلا كنت معنا من رمالة الكاتب البحث السياسي سيد حافظ البرغوثي على صعيد فلسطيني آخر دائما ما يحاول الفلسطينيون توثيق جرائم الاحتلال وفضح انتهاكاته بحقهم صحيفة الأيام الفلسطينية نشرت تقريرا في هذا الشأن تحت هذا العنوان تحقيق يتهم الاحتلال بشن حرب كيميائية غير مباشرة على قطاع غزة قالت الصحيفة أن تحقيقا أجرته مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان كشف قصف الاحتلال مستودع شركة للمواد الطبية والزراعية إبان عدوانه على قطاع غزة قبل عام ما تسبب في انتشار مواد كيميائية سامة في محيط الموقع أضفت الصحيفة أن التحقيق كشف عن الأثار البيئية والصحية الناجمة عن انتشار المواد الكيميائية فضلا عن تضمنه شهادات من وطنين تأثروا بالسموم المنبعثة بفعل اشتعال هذه المواد ركزت الصحيفة على قول مسؤول فلسطيني لم تسمه إلى أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف المستودع على الرغم من معرفتها بكونه منشأة صناعية وأكدت الصحيفة أن قوات الاحتلال كانت على دراية بوجود المواد الكيميائية السامة في المستودع نظرا لأنها تتحكم في استيراد المواد الزراعية ودخولها إلى قطاع غزة المحاصر ما يجعل هذا القصف استخداما غير مباشر للأسلحة الكيميائية وهي أفعال محظورة بموجب القانون الدولي وأضفت صحيفة الأيام كذلك أن القصف والذي طال المستودع جاء ضمن سلسلة واضحة من الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال مستهدفة بصورة متعمدة البنية التحتية للمدنيين وقطاع الصناعة في غزة دعت الأمم المتحدة إلى ضمان السيم رايس المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل تأكيد روسي لمعارضتها تمديد الآلية وسط مخاوف من استخدام سوريا كورقة ضغط بين الغرب وروسيا صحيفة نيويورك تايم استناولت هذا الموضوع تحت هذا العنوان دبلوماسيون يخشون من أن روسيا قد تستخدم المساعدات السورية كورقة مساومة في أوكرانيا قالت الصحيفة أن مجلس الأمن الدولي سيصوط في يوليو المقبل على استمرار إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود التركية وتحديدا عبر معبر باب الهوى مضيفة أن هذا الأمر بات نقطة شائكة بين روسيا والدول الغربية وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن روسيا سبق أن استخدمت حق النقد الفيتو في مجلس الأمن لإغلاق ثلاثة ممرات إنسانية إلى سوريا في العام 2020 لكنها وفقت العام الماضي على استمرار العمل بمعبر باب الهوى فقط مضيفة أن المجتمع الدولي يقود حملة ضغط لإبقاء المعبر مفتوحا نقلت الصحيفة كذلك عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين لم تسمهم أن روسيا بعثت بإشارات غامضة تشير إلى أنها قد تحاول استخدام الفيتو لحصول على تنازلات في إطار الحرب في أوكرانيا لكنهم أكدوا على أن الأمر لم يصل بعد إلى حد الربط بين مصير معبر باب الهوى والحرب في أوكرانيا وأوضحت الصحيفة كذلك أن موسكو لم تقرر بعد إذا كانت ستستخدم بالفعل حق الفيتو وأن الجانب الروسي قال إنه لم يعقد مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن إبقاء معبر باب الهوى مفتوحا اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة نتابع أبرز عنوينها نبدأ مع فزقليات الروسية تتحدث عن صفقة الأسلحة الأمريكية المرتقبة لكييف تحت هذا العنوان الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا وهم التفوق العسكري ديفلت الألمانية تكشف تخفيض برلين إمدادات الأسلحة إلى كييف إلى الحد الأدنى منذ نحو تسعة أسابيع السويد والوقوع في فخ أردغان بهذا العنوان نشر موقع أحوال التركي مقالا عن الجدل داخل الأوساط السياسية السويدية بشأن تقديم تنازلات لنيل رضا تركيا لكي تمرر ملف قبولها في عضوية النيتو وبحسب تشينا دلي شنغهاي تكشف النقابة عن خطة عمل لتسريع الامتحاش الاقتصادي في عقاب إجراءات صارمة لاحتواء تفشي كورونا أما والستيت جورنال فتصارد مشاهدة نعي ضحايا مدرسة يوفالدي في تكساس وتركز على دعوة بايدن الأمريكيين لفعل المزيد للحد من العنف تعيش الساحة الإيرانية هذه الأيام على وقع احتجاجات بسبب غلاء الأسعار بدأت مطلع هذا الشهر رفضا لقرار خفض الدعم على مجموعة من السلع الغذائية وتفاقمت بعد كارثة انهيار مبنى أودى بحياة ما لا يقل عن 29 شخصا صحيفة واشنطن بوست تناولت هذا الموضوع في تقرير يحمل هذا العنوان الاحتجاجات بسبب الاقتصاد تحد لزعماء إيران تحدي لزعماء إيران مع تلاشي الأمال في التوصل إلى اتفاق نووي قالت الصحيفة أن المظاهرات التي شهدتها العديد من المدن الإيرانية في الأسابيع الأخيرة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة الإيرانية فيما لا تزال المفاوضات النووية متوقفة دون إحراز أي تقدم وأضافت الصحيفة كذلك أن موجة المظاهرات الجديدة اتخذت منعطفا سياسيا حيث ردد الإيرانيون شعارات ضد الرئيس إبراهيم رئيسي والمرشد الإيراني وقالت الصحيفة أيضا أن المظاهرات تزامنت مع تلاشي الأمال في نجاح المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية حيث كانت الحكومة تأمل في أن يؤدي أي تقدم في مسار المفاوضات إلى إنهاء أبرز العقبات أمام الاقتصاد الإيراني نقلت أيضا الصحيفة عن إيرانيين قولهم إن الكثير من المواطنين يشعرون بالضيق جراء ارتفاع الأسعار فيما تعهدت الحكومة بتقديم دعم مالي للأسر ذات الدخل المنخفض لتعويض الزيادات الأخيرة في الأسعار رغم أن المسؤولين لم يستبعدوا أيضا رفع أسعار السلع الأخرى بهذا الخبر من إيران نصل إلى ختام جولتنا مع الصحافة العالمية لهذا اليوم أشكر لكم طيبة المتابعة دوما في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر